وهي قصة الكورونا. في الكورونا يهمني اقول لحضرتك انه انا لو انا عندي نظام صحي سليم. يعني الصح صلد. كنت هواجه مشاكل لان الكورونا اكبر من ان تواجه في اي مكان في العالم صح? لكن مش هواجه كوارث. الناس بتصرخ. الناس بتموت. يقول لك ما الناس كلها بتموت. ايوة بس يعني راعي ربنا مفيش مستشفيات. مفيش مستشفيات عزل. واحد دخل مستشفى خاصة يعمل تحليل عارض عشر تلاب. راح مستشفى العسكري في سيناء دفع رمائمائة الف جنيه. والله العظيم يا استاذ. يعني انتو بتتباحوا الناس احياء ومرضى وموتى. وبعدين يقول لك هنجيب مادا مصر كشفت انه هيجيبه اللقاح الامريكي للجماعة الامريكان اللي بيحكوهم عندنا. الامريكان علية القوم السيسي ورجاله. وزراء ومحافظين وعسكر وكل ده. انما ده الكنان ده مدى مصر مش هنلاقلينه. وبعدين قال لك احطها بقى هنا عشان شوفها. قال لك انه الناس التانيين هياخدوه من موديرنا. اقل شوية بس اهو كويس. بس بقيت الشعب هياخد يا روسي يا سينوفارم. هتاخد انت ايه? انت عاوز تاخد ايه? يا روسي يعني انت شيوعي. طلع مصدر مجهول قال لك لأ. مش حقيقي. على فكرة مفيش حاجة بتتقال. الا ولها صحة. طبعا هو مش هطلع يقول لكم. قال لك لأ ما صادر تنفيه. لم يصلنا سوى سينوفارم. هو السينوفارمو وصل. وكنت وعدين هم انه متتوزعوه في ديسمبر. وبعدين الف الاسبوء الاول من يناير. وبعدين الف الاسبوء التاني. والاسبوء التالت. عاوز اقول لك تاني وتالت ورابع. لست تضد اي لقاح رخيص. او مناسب لشعبنا. لكن العبرة ان مصر تاني دولة افريقية من حيث التجارب المعملية على شعبها. بتعرف كده او انا متعرفش ايه? احنا فقران تجارب. لكل حد جاي من عالم. افريقيا هي فقران تجارب العالم. احنا تاني دولة في افريقيا والله احنا عندنا رقم حالي جدا. طبعا فيه قاضينات. اسمه اسمه ايه المستشار اللي مات يا مستشار. ده كان نائب حمدان فاهمي كان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. اللي اصدرت قرارها بحل مجلس الشورى المنتخم. اه يا شوية جلاب. مات. ومش عارف مين في الانعاش ومين في كلنا معرضين للمرض ربنا يعفو عنا. بس عشان تعرف ان الحياة بسيطة. وقصيرة جدا. ما تستهلش انك تحل برلمان وتقف مع السيسي مش هينجيك. هل وجدت ما وعدك السيسي حقا? ابدا. اه فيش حد. فيش حد بتلاقي حاجة. اخر حاجة اعاوز اكلمك فيها عشان الوقت للأسف. ما زلنا لا نعترف بيه ان احنا عندنا مشكلة. ولزال الاعلام الوزارة الصحة بتقدم تقارير سيئة وبتقولك ان احنا عندنا النهاردة 900 واحد كده. الناس كلها بتتكلم عن الالقام بتكلموا بحقيقة. عرفوا الناس عشان حتى تخوفوهم. لأ. بيقولك في نهاية ديسمبر قالك هنبدأ التطعيم في الزوء الاول من يناير. ده الخبر ده من المصر ديوم. في اتنين يناير الوزارة هتلقح في الزوء التاني او الثالث من يناير. احنا دخلنا في الثالث دلوقتي في الثاني احنا ما زلنا في الثاني. فاضلنا كم يوم ونخش في الزوء التالث. مش عارف هتبدأ التعمل ازاي. لكن عندك والله العدد قليل النهاردة بص. شوف اللوحة العدد النهاردة تسعمية او ووكيل وزارة الصحة دكتور حد الطباخ الله يرحمه مات. مات ما تلقاش حتة في المحافظة بتاعته يتعالج فيها. تماما زي تبون رئيس الجزائر ما تلقاش مستشفى في بلده. راح فين? راح المانيا ورجع تاني الجزائر وامر يجع تاني المانيا. طب ابنوا مستشفيات. طب لو حد منكم واقع في مصر هترقوا فين? هتعالجوا فين? في مصر? في فرنسا ولا في بريطانيا اللي بتتهموه ولا في امريكا? ولا ربنا يقدر وضع صعب سبعة تلاف مصري طبيب مصري هاجروا خارج مصر سبعة تلاف رقم كبير. انت لو عندك ستين سبعين الف شغالين في وزارة الصحة لما تبع الدولة الرقم ده يعني انت عشرة في مية من الاطباق وزرخات بقى من هنا ومن هنا ومن هنا لكن في النهاية حب نلطف.